اهلا بكم لاحظت مؤخرا ان في كزا حالة بتجيلي العيادة بمشكلة اجا اسألهم مين الجراح اللي عملوهم العملية مش عارفين عملوها في اي مستشفى مش عارفين ودي ظاهرة بقت غريبة جدا طبعا انه كون ان حد يعمل اجراء او عملية ومش عارف هو مين الجراح اللي عملها له وايه المستشفى دي مشكلة ودي مصيبة طبعا باقي اسألهم الفكرة يعني ده سبب وايه بيقولولي ان هم كانوا فتحين الفيسبوك او فتحين ابليكيشن ودكتور ظهر لهم دكتور ايه يا جماعة اللي يظهر لنا ونعمل معاه عملية يعني صحيح التسويق او الدعاية مهمة احنا كلنا بنعمل دعاية لكن ده مش معناه ان احنا هدفنا ان احنا نظهر لحد فيعمل معاه عملية هو انا بنتشر لنشر التوعية وفي نفس الوقت بتكلم عن الموضوعات اللي انا بشتغل فيها لكن ده مش معناها ان احنا قاعدين صيادين ان احنا بنصطد حالات ده بالنسبة للدكاترة وبالنسبة للحالات هو اي دكتور بيظهر لنا بنعمل معاه عملية هو مش لازم ان احنا نشوف ونسأل ونعمل سيرش كويس ونتقنى ولا هو لما الدكتور يظهر ده معناه ان هو اشتر واحد لان فيه ناس دلوقتي بقيت من مطاقة السطحية بتعتقد ان بدل الدكتور ظهر لها يبقى ده اكيد اشتر دكتور ايه المنطق في كده فرجاءا نخلي بالنا لان الموضوع بقى كتر ونتج عنه مشاكل المشاكل دي طبعا يوم ما بيحصل مشكلة اه نبدأ بقى ندور مين بقى الدكتور الكويس مين بقى ونعد نسأل ونعد نتقنى طب احنا في الاول ما سألناش وتسرعنا وعملنا الاجراء ده يشمعنا بقى لما يحصل مشكلة هنا بقى بنفوق ونرجع ندور بقى مين الكويس نخلي بالنا السوشيال ميديا لها سلاحزوا حدين وانا قلت الكلام ده قبل كده اه مش معنى ان فيه ده كترة كتير وفيه اعلانات كتير وفيه صفحات كتير ان احنا نتسرع واي حد يظهر لنا نقول اصل دي كأنها علامة لان فيه ناس دلوقتي بقت برضو معرفش علم النجوم وعلم الفلك ما اثر على الناس ان هو يقولك اه لا الدكتور ده ظهر لي ده اكيد علامة يبقى ده اكيد هو ده الدكتور اللي ايه اللي ربنا بعطوله يعمل لنا عملية اه بس حبيت ان انا اوضح وحبيت ان انا اقول لكم نخلي بالنا وياريت ما نتسرعش ونجري ورا اي حاجة تظهر لنا ونتقنى كويس ونسأل عليه